السلام عليكم ورحمة الله هنبدأ ان شاء الله في مادة اسمها فيرووجي جزء الثاني من المادة والتاني اسمه فيرووجي ومن اسمه كده يعني علم يعني اللي هو موطع اللي هيدرس الفيروسات يعني العلم اللي هيدرس الفيروسات تمام والفيروسات دي من اهم الباثوجينز اللي موجودة على وجه الارض يعني دلوقتي طبعا كلنا عايشين في عصر في عصر كورونا فيروس الفيروس اللي كان ضعيف جدا كان محدش يتخيل ان الكورونا فيروس ممكن يعمل كل الازمات اللي احنا فيها دي فكان قبل كده قبل كده بندرس الكورونا فيروس على انه فيروس بسيط جدا ممكن يعمل شوية اللي هي عرض خفيفة شوية التعبات في الزهور او ممكن ساعة مايكتر اوي ممكن يعمل سفونية ممكن يعمل التعبات في العين حاجات بسيطة اوية لكن موضوع اللي هو ال الابنيا ضيقة التنفس او الاغتناء او الحاجات اللي بيعملها او حتى الاغتناء او الحاجات اللي بيعمل الاغتناء او الحاجات اللي بيتنتشر بسرعة جدا خصوصا لو كانت عن طريق يعني بتنتقل عن طريق تمام فهنبدأ بانترودكشن عن الفيرولوجي الاول طبعا لبعض العلماء زي كوه والكوليكز بتاعته اللي كانوا معاه عرفوا الانتراكس والتيبي الانتراكس طبعا اللي هي الباثيلوس دول نوعين من انواع البكتيريا وكمان الديفتاريا برضو نوع ثالث من انواع البكتيريا الديفتاريا بتعمل مرض اسمها ثناء الاطفال والتيبي لهو ayuda تيبي خد عصارة من نبات وعملها فلتريشن كل البكتريا بقت ريتيند على الفلتر بيبر وبعدين أخذ الفلتريت الفلتريت ده حقنه في حيوان آسف فلقى الحيوان برضو بدأ يموت ففي اكتشف أن عدم الفلتر بيبر حاجة بتسبب انفكشن الحاجة دي سموها فيروسات أو الفلترابول فيروس اللي هي بتعدي من الفلتر بيبر يعني طيب احنا عرفنا الفيروسات امتى ولا بدأ يحصل اكتشفوا للناس الفيروسات امتى احنا بنقول المعابد اللي هي بتاعة الفرعنة كان شفنا اللي هو المرض اللي هو البوليو تمام اللي هو بيحصل فيه اللي هو شل الأطفال يعني اللي هو شل الأطفال موجود على مرسوم على المعابد الفرعونية هنا هو ده طبعا 1500 سنة قبل الميلاد تمام وبرضو في بعض البثور من اللي هو معناها يعني حاجة سمى تمام وطبعا قلنا ان موضوع اللي هو بيعدي من الفلتر بيبر عشان الصيز بتاعه طبعا صغير عن البكتريات بكتريا الصيز بتاعها كبير وهنتكلم في القديمة ان شاء الله عن المقرنة بين الصيز بتاع البكتريا والصيز بتاع الفيروسات فالفيروسات صغيرة جدا من في الصيز بتاعها ويممكن تعدي من الفلتر بيبر عشان كده سموها طيب هنتكلم بقى دلوقتي عن يعني خصائص معينة كده للفيروسات طبعا الفيروسات ممكن تكون موجودة او تصيد معظم الخلايا الحية زي الانيمل او البلانت او حتى البكتريا وانتو اخدتوا في السنوي الفيروس اللي بيصيب البكتريا اسمه بكتريوفاج تمام كل الحيوانات او كل ممكن ان يحصل طيب الفيروس هو ايه الحتة دي مهمة جدا ولازم تعرفها لان انا ممكن اجيبها في المتحان كامسي كيو الفيروس هو عبارة عن تمام؟ يعني اجباري لازم يدخل جوه الخلية عشان يحصل يحصل له آآ يتضاعف او يكون فيروسات تم يعني محتاج ان هو محتاج خلية حية يصخر الميتابوليك بتاعتها عشان تنتج له المكونات بتاعته تاني يعمل انفيكشن جوه السيل التلات كلمات دولة لازم تحفظهم كويسة او اول ما يدخل اول ما يعمل يبدأ يحمل يعمل ينجيكشن للدينية او الجينياتيك ماتيريالز بتاعه تمام؟ هو عبارة عن ايه الفيروس عبارة عن جينياتيك ماتيريال ويسروندت ببروتين بس لكن هو مش خلية ولا اي طبعا الفيروسات زي البكتيريا لازم نشوفها تحت الميكروسكوب ما ينفعش ان احنا نشوفها آآ باعنينا اكيد يعني صغيرة جدا لازم نشوفها تحت الميكروسكوب طيب بتاع الفيروسات يعني ازاي اقسم الفيروسات انا بقسم الفيروسات على نوع اللي موجود جواه ممكن اقسم الفيروسات الى يعني الفيروسات الحمض اللي او النيوكليك اسد اللي جواها وعبارة عن او الحمض اللي جواها اسمه الحمض الاميني او النيوكليك اسد اسمه طيب هنا برضو آآ لازم نتعرف على الشكل والشيب والستركشور الشكل بتاع الفيروسات المختلفة عشان نقدر آآ نعمل لها او نقدر نوصل ففي الانتروداكشن دي هنتكلم عن الشيب والصيز والستركشور بتاع الفيروسات طيب الفيروسات بتتكون من ايه زي ما انا قلت قبل كده بيكون في الغلاق الغلاق الخارجي اسمه اه بروتين كوت البروتين كوت ده اللي هو الغشاء البروتين اللي برا ده بنقول عليه آآ تمام والمادة اللي جواه اللي هي سواء كان او ديني يبقى بروتين كوت وجواه المادة اللي هو هي عبارة عن نيوكليكا سيتس وار ني او ديني معظم الفيروسات اللي بتتراوح في الصايز من من اشرين لمتين وخمسين نانو ميتر نانو ميتر يعني عشر رسالة تسعة من الميتر تمام يعني الحجم بتاعها صغير جدا جدا من اشرين لمتين وخمسين نانو ميتر طيب انا ممكن اسمي او اعمل الفيروسات على حسب ايه على حسب حاجات كتير قوي من ضمنها الديزيز اللي الفيروس بيسببه او اللي بيعمله زي البوكس فيروس او ذيبوتايتس فيروس يعني الفيروس اللي مسؤول عن ان هو بيعمل التعبات في الكبد او اله اي في الهوماني مينو ديفيشنس فيروس الفيروس المسؤول عن مرض نقص المناعة المكتسب او الميسلس فيروس اللي بيعمل الميسلس او الحسب او السيتوباث باثولوجي اللي بيعمله السيتوباثولوجي يعني ايه اللي بيعمله على الخلية سيتو يعني خلية بيعمل ايه في الخلية ايه? ففيه فيروس اسمه سنشيسيا الفيروس ده بيعمل حاجات في الخلايا بتاعة سيتوميجالوفيروس نفس القصة بيخلي يكبر الخلية. عشان كده سميناه سيتوميجالوفيروس. او ممكن نسمي الفيروس على حسب سيت اف ايسوليشن. انا هعزله منين? هعزله من اه يبقى ادينوفيروس. او اعزله من 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 يبقى او من النوز يبقى او على حسب ممكن نسمى الحسب اللي فيه او اللي هزي العالم اللي اسمه سماء بار فيروس. او المكان فيه اسمه ده اسم فيروس لقوه فين? في الريفت يعني اللي هو اه اسمه في مكان اه يعني وادي وادي معين اسمه اه وادي الريفتين. او على حسب اللي بيعملها او اللي عند الفيروس زي الريترو فيروس او اه هبادنا فيروس. طيب الصائز بقى بتاع الفيروسات لو تكلمنا على الصائز بتاع الفيروسات هنلاقي ان هو صغير جدا وحتى هو اصغر من البكتريات كمان. فاكبر فيروس اسمه البوكس فيروس. الصائز بتاعه تقريبا متين وخمسين نانومتر. اللي بعديه اسمه ده مية وخمسين نانومتر. الريبس فيروس اصغر شوية. اصغر. الانفلونزا اصغر. الادينوفيروس اصغر. وعندنا تي تو بكتريوفاج. البوليو مايلاتس اليولو فيبر. كل دي حاجات صغيرة جدا جدا مقرنتا بالبكتريات. البكتريات طبعا لو جينا على البكتريات السريبتو كوكاس. الصائز بتاعها واحد مايكرو ميتر. آآ لكن البوكس فيروس مثلهم اكبر فيروس ميتين وخمسين نانومتر. فرق كبير كدا في السايز بينهم زي ما انتم شايفين في السلايك. الايكولاي اكبر من السريبتو كوكاس الايكولاي تقريبا اتنين مايكرو ميتر. كبيرة جدا عن الفيروسات بر. عشان كده الفيروسات بتعدم الفيلتر بيبر لكن البكتريات ما بتعديش من الفيلتر بيبر. طيب لو جينا نتكلم عن الشكل بقى بتاع الفيروسات. الشكل بتاعها ممكن يكون زي ما انتم شايفين كده. وجوها الدين نية بتاعته ده الكابسيد او البروتين كوت اللي برا بسميه كابسيد. والدين نية او اللي جوة بسميه اللي اتنين مع بعض يعملوا حاجة اسمها يعني البروتين والدين نية. زي ما انتم شايفين كده في الشكل ده ده النيوكليوكابسيد جوة هو اللي عبارة عن المادة الورصية جوة او نيوكليوكاسد جوة والكابسيد محاوض بيه بسميهم نيوكليوكابسيد والغشاء الخارجي اللي محاوض بهم كلهم ده اسمه الانفلوب ده مهم جدا عشان بيبقى عليه بروتينات اسمها البروتينات الشوكية او اللي هي مسؤولة عن الخلية اللي هتعمل لها تمام? الانفلوب ده ممكن يتكون بروتينات من ممكن انا ادوده ادوبه بالكحولات عشان كده الكورونا فيروس على فكرة لنفس الشكل ده. المسؤولة على الاتتشمنت للسيلز وفيه انفلوب. فعشان كده ما بنقول استخدم اوغس الايدك بالصابون بيدوي بالدهون ويابرضو الكحول برضو بيه يستخدم في ان هو يدوي بالدهون فلازم يستخدم كحول او صابون على طولي. شكل تاني اسمه اكوزا هيدرول اكوزا هيدرول اللي هو الشكل اللي انتم شايفينه ده وجوها ده عبارة عن كابسيد وده ماتريكس وده نيكد مش انفلوب ده بقى بيكون متحاوض بالانفلوب اللي انا اتكلمت عليه قبل كده. آآ عبارة عن برضو بروتينا او البروتين الشوكي اللي مسؤولة على بتاع الفيروس للخليه. ممكن يكون شكله كومبليكس زي ما انتم شايفين كده ده شكل توضيح للبكتيريوفاجل اللي بيصيب البكتيريا بيكون ليه طبعا الكابسيد الهيد وجوها وفي عنده حاجة اللي هي الشيس ده وتحت اللي بتعمل بتعمل للبكتيريا تنزل على سطح البكتيريا وتعمل لها بعدين يعمل او الجينيفيك ماتيريالز اللي موجودة جوه الكابسيد هنا. طيب بتتكون من هي بتتكون من داخل الهوست سيل. ممكن انا اجي اقول لك اعمل لي اوتلاين. يعني هتقول لي العنوين بس. تمام? زي اللي هو الويروس بيعمل بتاع السيلز. وبعد كده اعمل يعني يحمل او القصد ديني جوه الخلية. بعد كده اعمل ويبدأ يعمل يسخر الخلية او الميتابوليك باسوهز اللي موجودة جوه الخلية ان هي تعمل له المكونات بتاعته البروتين والدينية. بعدين يبدأ يحصل يعني يتجمع جوه وقعد كده يعمل آآ الخلية تنفاجر وتعمل للفيروسات الصغيرة اللي بيقولوا عليها طيب زي ما انتم شايفين في الشكل ده هيبدأ يحصل آآ ده الفيروس جاهه يعمل ايه يعمل اول وبعد ما يعمل او يعمل او وبعد يبدأ يسخر البكتيريا ان هي تصنع له المكونات بتاعته اللي هي زي الايه او الكابسيد تمام او كابسومرز يعني الكابسيد بس بتاع الكابسيد يعني الصغيرة اللي هتبقى هتؤدي الى تكوين الكابسيد وطبعا ادي ان هي بتاعته بتاعه يبدأ يحصل اسيمبلي اسيمبلي يعني تجميع للجزيات دي مع بعضها الكابسومرز تتجمع مع بعضها عشان تكون الكابسيد ودي ان يدخل جوه الكابسيد يكون ان يكريو كابسيد بعدين الشيس تجي تتجمع والتيل يجي تجمع هنا وبعدين التيل فيبر تجي تلتحم او تجي تحت في الفيروس عشان يكون البكتيريوفاج اتكون البكتيريوفاج بعد ما بيتكون البكتيريوفاج بيعمل ايه اللي لا يحصل للخلية بتبقى ملايين البكتيريوفاج وبعدين اه تعمل تخلي الخلية تنفجر وتطلع منها الفيروسات الصغيرة طيب ازاي احنا ننمي فيروس الفيروس ده عبارة عن ايه زي ما احنا قلنا التالت كلمة دولا تحفظهم زي اسمك بالظرور يعني برزاية محتاج خلية يدخل جواه عشان يبدأ يحصله يحصله نمو ويكتر في العدد بتاعه فده هو ان ترسلو البرزاية يبقى محتاج خلية عشان يحصله جواه طيب ايه انواع الخلية لانا ممكن استخدمها عشان اعمل ممكن استخدم او ممكن استخدم سواء كان بتاع او ممكن استخدم بقى الحاجات الحادثة اللي بستخدموها اللي هو يعني او الزراعة طيب هيتكلم بقى عن اللي ممكن الفيروس يعمله يعني الفيروس بيعمل دمج للسل الدمج ده هيكون شكل وين اول حاجة ممكن يعمل في بتاع الخلية يخلي الخلية كبيرة في الحد او يغير الشكل بتاعها انا وريكوا صور دلوقتي ان شاء الله من السلايد اللي جاي عن الكلام ده او يخلي السيتو بلازميك انكيلوجان بادي تكوين سيتو بلازميك انكيلوجان بادي عبارة عن هي عبارة عن تجميع تجمع من البروتينات موجود في السيتو بلازميك وده طبعا هارمفل للخلية وعبارة عن سيتو باسك افك طيب ممكن يعمل ايه كمان ممكن يعمل يعني يجمع الكرموسومات او الكرماتيد مع بعض وبالتالي يعمل او ممكن يعمل ايه يعمل عشان تكون يعني خلية خلية واحدة تتجمع مع بعضها او خمس خلايا ست خلايا تجمعها مع بعض صلوهم مع بعض ونيوكلياس تبقى موجودة جوا الخلية دي تبقى جينت سيل وجواها مالتي نيوكلياس يعني نيوكلياس كتيرة او ممكن يعمل سيلايسز يحلل الخلية او يغير في الدين ايه او يخلي الخلية تتحول لكانسر السل خلية اه كانسر يعني اه تعمل كانسر يعني سرطانات يعني تمام طبعا معظم الفيروسات بتعمل كده مثلا من الهباط ايه قصدي الهباطات السي فيروس او الهباطات اس بي فيروس بيعمل كانسر في الليفا وده شكل من اشكال اللي ممكن يعملو الفيروسات دي نورمال سيل تمام فيها واحدة هي دي جاينت سيل اللي انتم شايفينها دي جاينت سيل وفيها اللون اللي ازرق ده كتير جدا ده طبعا للفيروس طب الفيجور التاني اللي هو بي ده دي خلية عادية وفيها متلونا باللون اللغضة زي ما انتم شايفين كده تجمع او تكتلات من البروتنات اللي موجودة في السايتو بلاسميك اللي بتكون هرمي فل الخلية ويعتبر الخلية كده بازتهم ملهاش اي دور في الفيسيروس زي انا بقى هعمل دايجنوزيس للفيرول دي زيز هو طبعا صعب ان انت تعمل دايجنوزيس للفيرول دي زيز الا لو استخدمت بعض الحاجات اللي هي بعض التستات اللي هي الكلينيكال تست تشوف الكلينيكال بيكتشر الاول بتاع البيشنت بتاعك او تشوف تاخد عينة من الخلية اللي حصلها انفكشن وتبدأ تعمل تنمي الفيروس وتشوف السايتو باسك الفيكت بتاعه او تعمل اه طبعا تحت الميكروسكوب للفيروس ده او تعمل سكرينينج لبعض الاجزاء من الفيروس او تشوف النيوريسبونس للفيروس وده الموسسيوتابولي ميسول انت بتشوف لما الجسم طبعا بياخد فيروس معين بيطلع له مناعة المناعة دي بتكون في صورة فبتدور على الفيروس اللي عندك ده تمام? طيب هنا بقى في ان شاء الله هنتكلم عن اه ده شكل توضيح يعني عن بتاع الفيروس او اعرف الفيروس او الحاجة من اللي ممكن تظهر على المريض اللي هي او تاني حاجة ممكن ااخد الخلايا اللي حصل فيها وابدأ اناميها عشان اشوف شكل الفيروس صحت الالكترو ميكروسكوب وبالتالي ممكن احدد نوعه او الطريقة اللي بيستخدمها اكتر طريقة يعني بشوف اللي طلعه ده زي ما انتم عارفين ان اي بكتريا او فيروس بتعمل للبادي لازم يشتغل وبيطلع عليها اجسام مضادة اجسام مضادة دي انا بكشف عنها وبالتالي ممكن اعرف ان هو الفيروس بتبقى لكل فيروس او ممكن اكشف عن الفيروس اخد عينة برضو واكشف عن الفيروس به البي سي ار او الريال تايم بي سي ار زي ما الناس بتعمل دلوقتي في الكورونا فيروس يعني اللي هم بيقولوا عليها مسحة يعني عشان يعمل ليه الريال اه البي سي ار او الريال تايم بي سي ار او ممكن في الاخر خالص اعمل عشان اعرف نوع الفيروس نبدأ كده نتكلم على اول نوع من الفيروسات هناخده ان شاء الله اسمه الهيربس فيروس هيربس فيروس طيب ايه هي الهيربس فيروس دي الهيربس فيروس دي واحدة من اكتر انواع الفيروسات تمام? آآ بعد طبعا انفلوانزا والكولد والكومون كولد. بتعمل انواع كثير جدا من الديزيز زي ما احنا هنشوف قدام ان شاء الله. وزي مسلا الشنجلز. ومن اهم اموزاتها اللي هي بتبقى ممكن تبقى سيلانت او ليتنت بنقول عليها ليتنت. بتبقى موجود في اللي موجودة في وش كده. آآ يعني خاملة وبيحصل لها ببعض العوامل اللي هنعمل انا نقولها ان شاء الله في طيب. طيب. الطيب الديبل بيوضح لنا الهيربس فيروس اللي ممكن تعمل لليوم. فيه كم نوع من الهيربس? فيه هيربس سيمبليكس طايب وان. او بيختصروا او هيربس سيمبليكس طايب تو. باشتنبار فيروس سايتوموجالو فيروس باريسولا زوستر او هيومان هيربس فيروس ايت. اللي بيعمل مرض اسمه كابوزي ساركوما. تمام وهي هنشرحها برضو بعدي. هنا بقى السلايد دي انا ممكن اجيه في الامتحانة اقول لك شورتي ايسي اعمل للهيربس فيروس اللي بتعمل تقول لي واحد واتنين. طيب هنا بقى احنا اتكلمنا على موضوع يعني الفيروس موجود آآ جوة في وبيحصلوا ببعض الفاكتورز وبيفضل موجود طبعا طول العمر معنا. طيب معظم الفيروسات اللي انا ذكرتها سالفا آآ بيكون موجود بتصيب لطبعا الناس اللي هم في المنتصف العمر وبيكون في او في مناعة للفيروسات دي معادة الفيروس اللي هو بيعمل آآ الكابوزي الساركوما اللي هو الهيومان هيربس فيروس رقم 8. ودي ممكن تيجي في ده شكل كابوزي ساركوما. الساركوما دي عبارة عن ايه? عبارة عن كانسر آآ وبيعمل آآ في التشوب تمام? يعني ايه? يعني دي دي شكل او الكابوزي الساركوما اللي عبارة عن كانسر سل وشوية حاجات كده. آآ بتنمو في آآ ممكن تنمو في في بتاع الماوس في النوز في السرود في اللي هين في نوز او في بعض الارجن زيبتان. ده شكل كابوزي الساركوما اللي بيسببه الهيومان هيربس هيربس فيروس آآ آآ ايت. طيب. هيربس فيروس طبعا آآ بممكن نعملها على حسب اللوكيشن بتاع الليتنت بتاعته. تمام? ففي حاجات بتبقى الليتنت في النيورون اللي هو الهيومان هيربس او الهيربس سيمبريكس وان هيربس سيمبريكس تو او بيبقى الليتنت بتاعها في النيورون. الليتنت فين? ليتنت في البي لينفوسايت. بساتهم يجالوا فيروس ليتنت في المونوسايت الليمفوسايت. تمام? الهيومان هيربس او اللي بيقيت اللي هو بيعمل كابوزي الساركوما مش معروف له. طيب ندخل على حتة كمان اللي هي بتاعه. ترانسيميشن. بتاعه. ترانسيميشن. الهيربس وان وتو كمان والفاريسولزوستر تقريبا بيبقى تمام? الفاريسولزوستر ممكن يكون عن طريق الهيربس سيمبريكس ممكن يكون عن طريق السكشوال كونتاكت. طيب بيتنقل عن طريق السليفة ساتهم جالوا فيروس بيتنقل عن طريق الكونتاكت هو كمان او ترانسيميشن او كونجينيتل يعني نقل الدم ترانسيميشن نقل العضاء او يعني ممكن يبقى وراسي. الهيربس فيروس رقم ايت. ده ممكن يتنقل عن طريق في الباضي فلويد. فالجدول ده برضو مهم جدا ولازم تعرفوه. طيب احنا عارفين الهيربس فيروس هي يعني بيكون حواليها انفلوب. والانفلوب ده بيكون عليه حاجة اسمها جلايكو بروتين. جلايكو بروتين دي يقولوا عليها سبايك بروتين او البروتين الشوكي اللي او مستقبلات على سطح الخلية. طيب في حاجة اسمها توجمنت. توجمنت ده اللي هو الايه? الفراغ اللي بين الانفلوب وبين الكابسيد. بيكون فيه بعض البروتينات اللي فيه بتاع الهيربس فيروس. الكابسيد الكابسيد بتاع الهيربس فيروس هو عبارة عن اللي براه خالص. المونمر بتاعه اسمه كابسومار. وشكل الهيربس بيكون إكوزاهيدرون نيوكليو كابسيد. طيب الجنوم بتاع الهيربس بيكون عبارة عن دابل ستران دي اني. دابل ستران دي اني. تمام? سيتوم جالو فيروس هو اكتر فيروس لآآ جنوم سايز. الجنوم سايز بتاعه كبير جدا. ندخل بقى على احنا زي ما قلنا ان هي عبارة عن ايه يعني جنوم بتاعها كبير جدا. آآ فيها بروتينات كتير بروتينات في لا دا هي بتبقى ايه? او لا هي بتعمل مع الهص في نوعين من نوع اسمه والنوع التاني اسمه طيب نتكلم بقى عن بتاع بتاعت زي ما انتوا شايفين طبعا اول ما اول ما بيحصل بيحصل عند المايكوزل سيل او اللينفوسيل. معظم في الخلايا دي. الابسيليال سيل او اللينفوسيل. وبعدين الفيروس يعمل عن طريق النيورون ويروح لي آآ النيورون بقى وبالتالي يفضل هناك لحد ما يحصل ليه تنسيه? يبقى ليه تنتيه? طيب الهيرب السيمبلكس بيعمل ايه? بيعمل شكلي كده هنهوره لكم بعدين لو حد طلق له عند آآ شفايفه او عند آآ آآ حاوليني الشفايف كده بيبقى في بعض البليستر تمام? البليستر دي بيكون جواها الفيروس اللي هو الحيرب السيمبلكس. تمام? البليستر دي بتكون مليانة مليانة بالفيروس يعني. ايه بقى? آآ بيعمل في وبعد كده بعدين يعمل عن طريق يوصل 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 وهناك بقى بيعد ليه سنين عشان ممكن يحصله ممكن يحصل بيه? ممكن يحصل بالهيت. آآ لو حد عنده لو حد اتخبط في المنطقة بتاعت الوش دي. او لو حد آآ اتعرض لي يو في يو في. طبعا زي ما احنا قلنا ان اللي هو الهيرب السيمبلكس واحد او اتنين آآ لازم يعمل اول وبعدين او ممكن يدخل عن طريق الوند وبعدين يفضل في النيورون زي الكلام ده بتكررين. طيب آآ آآ النوعين بتوع الهيرب السيمبلكس وان او 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 كان آآ يعني ممكن تفضل موجودة في الماكروفاج والليمفوسايت. تمام? طيب بعرف الهيرب السيمبلكس ازاي? لما اجي اعمل دياجنوزس هشوف الخلايا تحت الميكروسكوب. بالهيرب السيمبلكس وان او او بلاقي ايه? بلاقي ان في حاجة اسمها سينسيشيا ديت يعني سلزويز مالتي نيوكليوس. يعني فيها كزا نيوكليوس. او بلايه حاجة او ممكن تيجي برضو في الامسي كيو كاود راي طايب اي في النيوكليوس. دي يعني تجمع من جوة النيوكليوس. تمام? كاود راي طايب ايه ودي هتيجي في الامسي كيو ان شاء الله. يبقى لو انا هجيت عمل دياجنوزس هلاقي ايه? كاود راي طايب ايه في النيوكليوس. طيب آآ الهيربس طبعا ممكن يعمل اللي هي يعمل في الاورال مايكوزة. اي ما تزلتشو زي ما احنا قلنا قبل كده. طيب بيبقى موجود في الجانجلية. الجانجلية اللي هي موجودة في اللي ايه? عند الخدود كده. او حوالين جنب الخدود كده وجنب الشفاية. عشان كده معظم الناس بيجي لها في الحتة دي. عشان الهيربس طايب وان او تو بيبقى موجود في طيب ايه هي الامرات بقى اللي هيعملها هيعمل حاجة اسمها او بيقولوا عليها او اللي بيسببها طايب وان او طايب تو بس يقولوا ان الهيربس طايب تو هو اه عشان كده الهيربس رقم وان بيكون في بيعمل حاجة اسمها جنجيفو استماطايتس. جنجيفو استماطايتس. استماطايتس يعني التابات في الاستمك وجنجيفو في الجنجيفة يعني. اللي هي التابات في الجنجيفة. لما بتبدأ بيحصل في كده زي ما الاستمك تامي للجنجيفو استماطايتس. عشان كده بيسموها طيب. اه طبعا اي مرض بيكون اه او بيعمل مضاعفات اكتر في زي الايدز اللي هم عندهم مرض نقص المناعة المقدسة. وده شكل زي ما تشايفين كده الشفاه او بيكون حواليها اللي هي الحاجة دي. اكويت كلنا اه حاجة زي كده او شفنا حد عنده الحاجة زي كده دي على طول تقول عليها هيربس اه او الهيربس او كولد سورس. هيربس ويتلو بيردو يمكن يطلع عند الاطفال هنا. عند الايه في جنب الايد كده ده اسمه هيربس ووتلو نفس الايه البليستر دي. ممكن يعمل حاجة اسمها هيربس كيراتايتس كيراتايتس. دي عبارة عن ايه? عبارة عن في الاي. في عين الشخص. وموس اه كوز دي باي هيربس طيب وان. ودي برضو ممكن تبقى عشان زي ما انتم عارفين بيبقى موجود بيبقى موجود دي ممكن تودي الى بليدينج او اه قصدي اه سوري يعني عمل تمام? في حاجة اسمها هيربس ووتلو دي يعني ايه? دي اللي هما بتحصل في الناس اللي بتيجي بتعمل كونتاكت او ماني والكونتاكت مع البيشنت الى هيربس او بتاعته. تمام? بيعمل حاجة اسمها هيربس ووتلو. هيربس ووتلو. انا وردتك الصورة قبل كبه. تمام? الفيروس بيدخل عن طريق اي بقى اي قط او موجود في يدخل عن طريق او عن طريق الهاند او تمام? او ممكن برضو ده يتنقل من اللي هي للهاند ويعمل برضو نفس المشكلة. طيب نوع كمان من الامراض اللي بتسببها الهيربس اسمه هيربس جليدياتولون اللي بيتنقل عن طريق مع وغالبا بيظهر على احيانا اللعيبة اه لعيبة في رياضة كده اسمها الريجبي. الناس اللي بيلعبوها بيبقى فيه دايريكت كونتاكت بينهم وبين بعض عن طريق البضي. فممكن الهيربس يتنقل اثناء اللعب اللعبة دي. عشان كده بيسموه هيربس ريجبي او اسكرام بورس. طيب في مرض كمان اسمه اللي هو الهيربس اللي هيجي على الجيناتليا او تمام? طبعا زي ما انا قلت قبل كده ان الهيربس سيمليكس آآ فيروس نمبر تو هو اللي فيه الجيناتلي هيربس. تمام? من لي? طيب هيبقى شكلها عامل ازاي? هيبقى عبارة عن بيتكون يعني بعض البثور كده والعلامات اللي بيكون بتبقى تمام? موجودة على آآ سواء في الميل او في الفيميل. طيب دلوقتي انا بقى لا ايه هي اللي بيحصل الهيربس سيمليكس انا قلت قبل كده في الحالة تمام? في حالة بيحصل الهيربس سيمليكس. ايه اللي بيعمل الهيربس سيمليكس? تلات حاجات او دول برضو ممكن يجي كسؤال في طب الهيربس سيمليكس طيب تو بتاعه مش بيكون موجود قبل ان هو يبقى موجود قبل لان احنا عافين ده عبارة عن هو اللي بيتنقل اثناء البلوغي. طب ازاي انا اعمل دايجنوزس باخد عينة من السلز اللي فيها بسميها ايه? زينك سمير. زينك سمير. وابدأ افحاصها تحت الميكروسكوب بلاقي اللي فيها الكلمتين دول بس اللي عايزك تعرفوه. اللي انا معلم علوم بالله احمر. افحاص. هلاقي اللي فيها كاو دراي طيب ايه? طيب. طبعا انا ممكن اعمل برضو سيريولوجي يعني اعمل ممكن اعمل ديتكشن اللي طلعه بسميها انتي اتش اس في انتي بادي عشان اعمل دايجنوزس يعني. تمام? بس دي بتبقى في اول انفكشن بس مش بيكون فيها هذه الانتي بادي. ممكن اعمل سيريولوجي. تمام? او ممكن اعمل البي سي ار عشان اعمل ديتكشن ليه في السيريبرال اه ابسس او في البرينيا. هعالج بقى الهرب السيمبليكس ازاي? هعالجه بحاجة اسمها او حاجات كده شبه النيكليوسايد. اسمها موجود جدا في الصيدلية بالاسم ده او اللي هو المادة اللي فيه اسمها او او فامي سايكلوفير او فالي سايكلوفير كل دي حاجات نيكليوسايد انالوج وبتستخدم ليه علاج الهرب السيمبليكس. طيب بس في ميوتاشنز بتحصل من الفيروس ده. الميوتانت او التفارط اللي بتحصل في الفيروس ده تعمل لهذه الكيموسيرب. تمام? طيب لو حصل للانواع للانواع دي من او فالسايكلوفير او فالسايكلوفير بس استخدم حاجة اسمها فوس كارن. تمام? زي موكتوب هنا. في حاجة ما ينفعش ان انا استخدم او او تمام? يبقى برضو دي ممكن تجي في اقول لك الاساكلوفير او 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 ندخل بقى على النوع الفيروس تاني اسمه زوستر فيروس او هيربس زوستر فيروس او هيربس فيروس اللي هو نمبر ترين. زوستر يعني جاي من الكاركتوريستيك فيتشارز اللي بيعملها الفيروس اللي هو بيعمل راش يعني احمرار في في الجلد بينفو راش ومعه بعض البفور اللي بنقول على بلاستر. تمام? بتاعه زي بالزبط الهيربس سيمبليكس بس بتاع الجنوم بتاعه اصغر من الهيربس السيمبليكس. اللي اول نوع اسمه او تمام? النوع اللي وده طبعا بي موجود في الاطفال بس. في نوع تاني اسم او زوستر ده تمام? نوع الاول اسمه او وده موجود في الاطفال. والنوع التاني اسمه وهو عبارة عن او زوستر او اللي هو هي هو يعني بيتنقل بسرعة جدا جدا عن طريق الكونتاكت طبعا عن طريق الراش تمام? الكونتاكت مع الراش اللي موجودة دي او عن طريق الايروس هو بيبقى موجود في فممكن يتنقل به يعني. تمام? هنا آآ طبعا زي ما احنا قلنا ان هيحصل عن طريق بس هنا اللي موجودة فيه عشان كده بتبقى ممكن تعمل لهذا الفيروس. في اول بقى من عشرة لاتنشر يوم آآ بيكون فيها الفيروس موجود في آآ موجود في بتاعت وممكن يعمل ما فيش اي سمتمز خلص والفيروس ممكن يعمل ليه او او معينة بقى الفيروس ده بيعمل بيرفع درجة حرارة الجسم فيؤدي الى عدوس حاجة اسمها طبعا زي ما انتم عافين او بتاعه بيكون عن طريق ايما دايركت ايما عن طريق الكاف او الكنتاكت تمام كونتاكت اللي هي ليه او رابتشارد بابلي اللي هو اللي سكين رايش اللي فيها او اللي هي بتبقى رابتشارد بيكون فيها بعض كده فيها الفيروس. عشان كده بتاعت الفيروس دي بتبدأ من اتنشر الاربعتاشر يوم عشان او الدورة بتاعته بتاعه بيكون موجود في اللانج وبيبدأ يعمل انتشار عن طريق الكنتاكت بعد منه اتنشر لاربعتاشر يوم بعد اسبوعين تقريبا ايها. طيب زي ما احنا قلنا اللي هو الفيروسيلا او اللي اللي هو بيقولوا عليه مرض ايجو ديري. طبعا احنا عارفين هو اي اول بيحصل في المايكوزل تشوف بتاع وممكن يتنقل بالدريكت كونتاكت عن طريق اللي هي الفاكولة او الفيليستر اللي موجودة هنا دي. طيب. الكاركترستيك اا بتاعت الباريسيلا زي ما انتم شايفين في الشكل ده. ممكن تكون موجودة في اجزاء ممكن تنتشر الاجزاء كثير كيء جدا من الجسم. ممكن تكون موجودة في الليمب والفيس او السكالب اللي هي السكالب. تمام? او اي بيسيكولة الراش ممكن يكون موجودة في جميع انحاء الجسمين. وبيعمل ممكن يعمل يعني يسيب علامات. ممكن يعمل تمام? طيب. النوع التانية والصورة التانية دي اسمها الفاريسيلا زستر او الشينجلز اللي احنا قلناه في اول سلايد اللي تبع اللي هو الفاريسيلا زستر او الشينجلز ده بيسموه العصب المكشوف او العصب الحي او الحزام الناري. اللي احنا قلنا ان ده بيحصل من يعني اللي عنده فاريسيلا ويغلاص ربنا يشفيه منها ممكن يحصله لما يبقى في اضلط بقة او كده. اصلوا من الفاريسيلا. تمام? بيبقى بيبقى فيه زي حزام كده في منطقة الصدر من الراش زي ما انتم شايفين كده بيبقى مؤلم جدا. طيب الشينجلز او الزوستر المرض اللي بتعمل اللي بتعمل اسمه زي حزام الناري. اهم حاجة عند المريض ان يكون بتاع السيل كويسة. لو يبقى المرض ده يحصل او يفك من بتاعته ويبدأ يعمل الاعراء. يبقى في الزوستر فيروس هي اللي تمام? طيب واحدة برضو من من اهم الكمبيليكيشن ممكن اعملها هي حاجة اسمها طيب ندخل بقى على حاجة اسمها زي ما انتم شايفين كده بيعمل تلات انواع من الامراض. حاجة اسمها تمام? وحاجة اسمها حاجة اسمها او بيقولوا عليها عشان بتتنقل عن طريق السلايفة فاليها ممكن تتنقل اسمها يعني عشان كده بيقولوا عليها اللي بيشسم بار فيروس بيعمل كم نوع من الامراض تمام? ايه هي بقى فيه بعض الريسيبتورز اللي عشان تعمل مع الفيروس ده في بعض السيلز السيلز اللي بتعمل للريسيبتور اللي هي حاجة اسمها كومبوليمنت سي سري دي كومبولان سي ار تو او سي دي تويني ون دي هي السيلز اللي ممكن يحصل فيها تمام? تمام طيب احنا قلنا اللي ده بيعمل عن طريق سلايفة تمام? وممكن يفضل اسمتوماتيك لفترة طويلة جدا وليتنت في البي لينفوسايت تمام? ليتنت في البي لينفوسايت لما بيعمل اكتيفاشن اللي بيحصل 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 بيعمل حاجة اسمها فارينجاتس التعبات في الفارينجس ويعمل انلارجمنت لالتونسلز ويعمل حاجة اسمها طبعا ويشوقت بعض الكومبليكيشن التالي. الفيروس بيعمل ايه? الباسوجينيس اول حاجة حاجة اسمها ترانسفورميشن للبي سيلز تمام? يعني دي خلايا منعية بتطلع تمام? بيعمل الفيروس ده اللي بيشتن بار فيروس ده لما يدخل جوابية من حاجة اسمها ترانسفورميش يحولها من خلايا منعية لينفكتد بي سيلز فالفيروس ده بيحصلوا في الفارينجل وبعدين بيطلع في السلايفا تمام? عشان كده في بيقوله عليك ديزيز وبعد كده اللي هي بيكون عليها الريسيبتور للسي دي توينتي ون. البي لينفوسايت دي بقى بتبقى بيجي لها حاجة اسمها تعمل 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 حرب كده بين البي لينفوسايت والتي لينفوسايت. تيلينفوسايت برضو خلايا مناعية بس بتحافظ على الجسد عن طريق السيلز مناعة خلاوية. البي لينفوسايت مناعة سائلة بتطلع في البلاق. يحصل بينهم هما اللي اتنين خناقة بتعمل حاجة اسمها طيب المرض التاني اللي هيعملوا حاجة اسمها بركتس لينفوما تمام? هي عبارة عن ايه? عبارة عن بي سل لينفوما بي سل لينفوما بورلي ديفرينشياتيد يعني ما حصلش فيها نموه كافي عشان كده عمل فيها حاجة اسمها لينفوما. بيعمل ليه? بيعمل ورم في الجو اللي هو الفك بتاع اللي تشيلدرين مع المالاريا اللي موجودة في افريقيا. تمام? يبقى هو هو عبارة عن ايه بي سل لينفوما تمام? بيعمل في الجو وفي الفيس ودايما بيبقى السيشياتيد مع اللي موجودين في المالاريا الريجون في افريقيا. بس. المرض التالت اللي هيعمله اسمه تمام? عبارة عن ايه? عبارة عن للابيسيليا اللي موجودة في تمام? وبيكون موجود فيها تمام? بس? هيري بيعمل حاجة كمان المرض الرابع اسمه اورال هيري لوكوبلاكيا اورال هيري لوكوبلاكيا. ده عبارة عن هي عبارة عن اللي جن موجودة في الموس اللي الشخص اللي عنده ايه بيشتن بار فيروس. وهتشوفوه كده وغالبا ما بيحصل فيه عشان المناعة بتاعتهم بتكون قليلة او. ده البوركتسيليمفوما عبارة عن بتعمل ايه? بتعمل تيومر في الجو وفي الفيس زي ما نشايفين كده. النهاية التانية اورال هيري لوكوبلاكيا عبارة عن تيومر موجود في او لجن موجودة في الطنج وخصوصا بتحصل في نتكلم بقى عن المرض الاخير اللي هو بيسببه اللي بيشتن بربارس اسمه اللي هو يعني عشان طبعا الفرس بيبقى موجود في الصلايفة وممكن يتنقل اثناء الكسب. طيب تمام. الديزيز ده بايه? في حاجة اسمه اللينفا دينوباثي التابات في اللواز وفي كمان وفي الليفر وبيكون دي اهم حاجة هتعرفوه لانا بقوله ده هو اهم حاجة هتعرفوه. طيب ازا نعمل هلاقي حاجة اسمه اللينفوسايت او هوريها لكم اللي جاية. هممكن نعمل برضو اللي هو في حاجة اسمه هتروفيل انتبادي. هتروفيل انتبادي خصا الاي جي ام بيعمل مع الموجود على ويعمل له وبالتالي انا اضرفت اتعرف على موجودة ايه? يعني ده مش الشكل الطبيعي بتاع اللينفوسايت. طيب التريتمنت بقى التريتمنت بتاع ملوش اي تريتمنت افيله ولا حتى ليه فاكسين. لا كل اللي انا بعمله بعمله يعني بحاول اعالج المريض اللي عنده اعالج السمتومز اللي موجودة عند المريض ده. تمام? كل التريتمنت هو مافيش اي تريتمنت افيله. هنتكلم بها عن السيتوميجالو فيروس. سيتوميجالو فيروس. تمام? سيت يعني ايه خلية ميجالو يعني كبير. الفيروس اللي بيخلي الخلية شكلها كبير. تمام? الفيروسات دي بتاعتها سيتوميجالوفيروس دي واحدة من اكبر الفيروسات من حيث الجنوم هزا لارجوست جنوم اف اول هيروس تمام طيب بيقولوا سيتوميجالوفيروس ليلة انه بيعمل حاجة اسمها مالتينيوكلياتيد سيلز يعني سيل وفيها نيوكلياس كتيرة كده كده مالتينيوكلياتيد سيلز بيقول عليها سين سيشيا سين سيشيا تمام طيب سيتوميجالوفيروس برضو بيخلي حاجة الخلية كده الكرموسومات تتجمع مع بعضها وتبقى متزحمة كده مع بعضها بيعمل حاجة اسمها اللي هي تجمع الكرموسومات جوه النواي ولو في خليتين كده جنب بعض بيبقوا عمنين شكل لينين اللي هو الواحد العينيه كده جاية لبعضها كده فبيقولوا عليها وهو الرهال كل سلادي اللي جاية ان شاء الله او بيعمل حاجة اسمها يعني برضو اللي هي حوالين وممتدها في السيتوبلاسم اللي هي السيتوميجالية عشان كده سموه سيتوميجالوفيروس هنا بقى الشكل اللي هو اللي هي اول زا اي اول زا اي سيلز زي ما نشايفين كده خليتين كده اا جنب بعض طبعا النيوكليار او الكاركترستيك انكيلوجن بادي اللي موجودة هنا في الخلية زي ما نشايفين كده اللي هي الاول زا اي هنا برضو تجامع الكروموسيومات مع بعضها عشان يعمل اللي هو الانكيلوجن بادي جوه النيوكليار انكيلوجن بادي شكلها وانتوا بستطيلو كده من من بعيد تحس ان فيه واحد عينيه غريبة كده اللي هي بيقولوا عليها طيب من نسبة بقى للترانسميشن بتاع السيتوميجالوفيروس السيتوميجالوفيروس ممكن يتنال عن طريق اي سيكريشن بتطلع من الجسم زي ايه السلايفة اليورين الفاجانا السيكريشن او السيمين او ممكن يتنال عن طريق السيكشوالي ترانسميتل تمام او ممكن يتنال عن طريق اللاكتاشن يعني اللي هو لبن الماظر ملك تمام او عن طريق البلوت ترانسفيوجن فممكن يتنال عن طريق اي باضي فليوت اي باضي فليوت يتنال عن طريقه السيتوميجالوفيروس. طيب لو جينا بقى نشوف بتاع السيتوميجالوفيروس هنقول ان السيتو الفيروس اول ما بيعمل الانفكشن بيعمل في عشان كده لو عمل في في الادلت بيعمل نيمونيا تمام? عشان بيعمل في تمام? وبعدين بيروح للوكالينفوسات. والوكالينفوسات بقى يمشي يمشي في الدم في البلاد. فبتنقل الفيروس للاظهر او المونوسات اللي موجودة في الليسبلين والليمفنول. فيعمل في الليسبلين اه هبات وسبلينو ميجالي. هبات وسبلينو ميجالي في النيوبور. تمام? طيب. ممكن برضو الفيروس ده زي ما قلنا انه بتنقل عن طريق معظم فبيتنقل بال ايه? اللي بسيلة سيلة موجودة في سليبر جلاند الكيدني او الايبديديموس او السيروكس. تمام? طيب. حتة مهمة برضو ان الفيروس ده ممكن يعمل يمنع زي ما خدته في هي المسؤولة عن يمنع هو طيب. السيتوم يجال الفيروس ده بيعمل ايه? في النيوبورن يعمل حاجة اسمه مايكرو سيفالي. مايكرو سيفالي. يعني يعني ايه? يعني الطفل يتولد ودماغه صغير كده. صغير جده. وممكن يعمل برضو في الاطفال في النيوبورن اللي لسه مولودين هبات وسبلينو ميجالي. يعني اه انتفاخاء او كبر حجم الكبد والطحال. ويعمل لهم برضو عشان مايكرو سيفالي ده يعمل حاجة اسمها يعني يتأخر في نموه الزهني والعقل. انما الادلت ممكن يعمل لهم نومونيا يعمل زي هباتايتس او انكفالايتس. التهابات في الكبد والتهابات في الاغشية السحائية ونومونيا. طيب ازاي بقى اعمل للسيتوميديالوفيروس? سيتوميديالوفيروس بعمله اكيد هشوف الحاجة اللي هو بيعملها اللي هي هشوفها في عينات متاخدة من او هشوف السيتوميجالوفيروس تمام? سيتوميجالوفيروس بيسولوجي. اكيد فيه انتج بيكون فيها بعض الانتجين او ديني فممكن اعمل سيرولوجي وعمل لها وعمل للفيروس من بعض التشوف. بس اهم حاجة ان انا اشوف او بنقول عليها في عينات تمام? ازاي اعالج بقى السيتوميجالوفيروس? سيتوميجالوفيروس اهم علاج ليه ولازم تحفظو لانه اكيد هيجه في المتحان الجان سايكليفير. الجان سايكليفير مش الاسيكليفير. سيكولوفير ايجب انتج بيعمل تمام? عشان بالذات لو انا بعالج حاجة اسمها التهابات كده في العين ممكن تقديه الى بلاين بس. برضو ممكن يستخدم في العلاج بتاع ممكن برضو لو في ناس عندها حصل عمل تمام يعني نقل فبتكون المناعة بتاعتهم ضعيفة جدا فممكن يتصب بساتو مجال في الحالة دي لازم ادي له جنسة يكلفير مع اميونجلوبيلين اللي هو ال اي جي جي عشان يقلل المورتاليتي ريت. وبكده نكون خلصنا المحاضرة الاولى ان شاء الله ونرقاكم ان شاء الله باذن الله وعاوني في المحاضرة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله